انعقد اليوم الخميس بالرباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عبدالإلا بن كيران وتدارس المجلس في بداية أشغاله ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية يتعلق الأول منها بتنظيم وتسير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها والثاني بالمحكمة الدستورية أما المشروع الثالث فهو يتعلق بطريقة تسير اللجن النيابية لتقصي الحقائق وتدارس المجلس إثر ذلك مشروع مرسومين يتعلق الأول منهما بتمديد أجل التصريح بأعمال جلب الماء القائمة المنصوص عليه في المدة 20 من المرسوم في شأن تحديد مسترة منح التراخيس والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي ويتعلق المشروع الثاني بتحديد قائمة المتاحف التابعة لبزارة الثقافة والتي تتكلف المؤسسة الوطنية للمتاحف بإدارتها وتدبير شؤونها والمحافظة عليها